السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ علادين عبداللهاف في واحدة من مواضيع التعليم الإلكتروني ما هو الفرق بين نظم إدارة التعلم الإلكتروني ونظم إدارة المحتوى التعليمي المحتوى التعليم الإلكتروني 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 وهي عبارة عن منصة يتم من خلالها إيصال مضمون التعلم وإدارته وهي توفر مجموعة من الأدوات البرمجية التي تودي مهام متنوعة متعلقة بإدارة التعلم عبر الإنترنت وإدارة الإداء إن نظام إدارة التعلم عبارة عن برمجية تحتمد على الإنترنت وتقوم بالإدارة وكتابة التغارير مفهوم نظام إدارة التعلم نجد فيه تسجيل بالبرد الإلكتروني وصف المادة مفردات الحصول على التغذية الراجعة أما لو تحدثنا على المكونات الضئيسية لأنظمة إدارة التعلم الإلكتروني وأنظمة إدارة التعلم الإلكتروني هي أنظمة برمجية متكاملة أنظمة برمجية متكاملة مسؤولة عن إدارة العملية التعليمية والتعلمية الإلكترونية باستخدام أنظمة إلكترونية خاصة وتغنيات الاتصال والتكنولوجيا الحديثة ومكوناتها اتصال المتزامن وغير المتزامن وإدارة الاختبارات والواجبات والتسجيل في المغرارات ومتابعة تعلم الطالب يعني تشمل القبول والتسجيل المغرارات الحاسوبية الفصول الإفتراضية والاختبارات الإلكترونية والواجبات الإلكترونية منتديات النغاشة التعليمية البريد الإلكتروني والمتابعة الإلكترونية في نظام إدارة التعلم الإلكتروني فيها معلومات عن سلوك التعلم لدى الطالب طريقة سيره في الدروس معلومات عن الصفحات والدروس التي قام بزيارته وضع الطالب الذي وقف عنده في الزيارة السابقة تقديم اختبارات التشخيص معلومات عن عدد الدروس المنجزة ووقت الإنجاز مقارنة بمعائير محددة سابقا معرفة عدد المعلم على درجاته وواجباته من الصفحاته الخاصة ومعرفة الطلاب الداخلين على النظام ويستطيع المعلم وضع ملاحظاته على مستوى الطالب مميزات أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني لابد أن يسهل التنصيب وتوفير بيئة تفاعلية وقدرة على التطور وسهولة تحميل الملفات ووجود قوالب جاهزة وتوفير البنية البرمجية السليمة لو صنفنا أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني ممكن نصنفها من حيث المصدر لمفتوحة وهي تلك الأنظمة التي يتم استخدامها مجانا ومغلغة يطلق عليها أحيانا الأنظمة التجارية أو الأنظمة المملوكة زي التدارس أما تصنيف نظم إدارة التعلم الإلكتروني من حيث العمومية ممكن نصنفها لعامة وخاصة العامة هي نظمة تجارية جاهزة يمكن استخدامها مغابل أجر لجهة الإنتاج زي البلاكبورد أما الخاصة هي نظم مطورة لجهات محددة وتلجأ إليها قاربا بعض الجهات في حالة عدم قدرة النظم الأخرى على تلبية حاجاتها زي جسور السعودي نصل للنقطة التي نريد التحدث عنها وهي الفرق بين أنظمة إدارة التعلم وإدارة المحتوى أنظمة إدارة التعلم العبارة عن برنامج سوفتوير صمم للمجم التدريب والتعلم المستمر وجميع أنشطة التعلم في المؤسسات التعليمية لذا فهو يحصل على برنامج استراتيجي للتخطيط والتدريب وإدارة جميع والمقاعات الإفتراضية أو المغررات الموجهة من غبل المدرسين وهذا يجعل الأنشطة التعليمية التي كانت مفصلة ومعزولة عن بعضها البعض تعمل وفق نظام مطرابط يسهم في رفع المستوى التعليمي وعلى الجانب الآخر فإن الـ LMS لا تركز على المحتوى لكن لو لاحظنا لأنظمة إدارة المحتوى التعليمي الـ Learning Containment System LCMS دي بتركز على المحتوى التعليمي فهي تمنح المؤلفين والمصممين وتعديل المحتوى التعليمي بشكل أكثر فاعلية بما يناثب عناصر العملية التعليمية من أجل معلم ومتعلم ومصمم تصمم المحتوى تتيح حتى للمتعلمين الإضافة للمحتوى وتبادل المعرفة العلمية بينهم إذن أنظمة إدارة محتوى التعليم Learning Containment Management System LCMS تعتبر أنظمة إدارة المحتوى التعليمي LCMS أجل المطور من أنظمة إدارة التعلم للمستخدمين يغوم من خلالها مطوروء التعليم بإنشاء وتخزين ويعادة استخدام وإدارة وطاقة التوصي في المزود المركزي للتعليم تسمح هذه الأنظمة للمستخدمين مثل المؤلفين والمدربين والخبراء لإنشاء محتوى تعليمي بإدارة تنظيم المحتوى مثل المناهج الدراسية والمغررات والنمازج ووحدات محتوى المحتوى الرغمي بعد ما وضحنا نظام إدارة التعلم الإلكتروني الـ LMS حالياً وإنشاء تنظيم الإدارة المحتوى التعليمي الميزات أول حاجة توافقيتها مع المعايير العالمية وقد تكون هذه الأنظمة مفتوحة أو مغلغة سهولة الاستخدام تعددية اللغات إمكانية التوسع إمكانية استخدام نمازج تعليمية مختلفة الإسعار ونظام التراخيص وإمكانية النشر على الويب وإمكانية تخصيص الإمكانات على حسب الاحتياج والدعم الفني وإمكانية وضع مستويات وصلاحيات للإدارة وإمكانية تركيب نظام تجريبي مكونات نظام إدارة المحتوى التعليمي الليري كونتيام مناجمين سيستيم بنجد فيه واجهة التوصيل الديناميكية والتطبيق الإداري والتطبيق التأليف التلقائي دي كلها مع بعض بتتواصل مع مستودع العناصر التعلمية اللي هو مستودع العناصر التعلمية زي ما وضحنا وواجهة التوصيل الديناميكية دي برامج يساعد في التأليف وتطبيق إداري ده التطبيق الإداري الفيو تسجيل الطالب تتحكم فيه إداريا الجامعة مثلا المطبق فيها النظام لو أردنا الحديث عن الفرق بين نظام إدارة التعلم ونظام إدارة المحتوى التعليمي إدارة أنظمة التعلم الليرنج مناجمين سيستيمة جيدة بتوفر البيئة التي تمكن المؤسسة من التخطيط توفير المحتوى وإدارة النشاطات التعليمية وفق ما يخدم المتعلمين كما إنها تدعم خصائص تغنية ومعائير متفق عليها بحيث تتولى كل المهام المتعلقة بإدارة المحتوى من تخزين ونظام إدارة التعليمي ونظام إدارة المتعلمين خلال المغرر رغم تعريفنا لأنظمة إدارة التعلم الليرنج مناجمين سيستيم وأنظمة الليرنج مناجمين سيستيم ليكون المظلة التي تغطي الـ LMS والـ Containment Management System يبقى الفرق بين نظام إدارة التعلم ونظام إدارة المحتوى التعليمي تجدر الإشارة إلى التناسق والتوافق بين الـ ونظام إعيار السكور والمعايير دي طبعا أنتجتها أو وضعتها جمعيات عالمية في جدول هنا بيوضح لك بشكل سهل وبسيط الفرق بين نظام من هم المستفيدون نجد أن المستفيدون في الـ LMS هم جميع المتعلمين والمؤسسات التعليمية أم تطور المحتوى أيضاً لو عملنا وجه مغارنة في تقدم إدارة للـ LMS بيقدم إدارة لإدارة المتعلمين وطلبات التعلم وطلبات التعليمي الإدارة بتكون أيضاً لو لاحظت هم الاثنين بيشتركوا نعم نعم في إدارة التعلم التعليم الإفتروني أما في إدارة النمازج التغليدية فالـ LCMS نعم وأيضاً الـ LMS معلش في إدارة النمازج التغليدية للتعليم الـ الـ LCMS لا و الـ LMS نعم أما في متابعة النتائج فالـ فالـ 2 نعم وأيضاً في دعم تعاون ومشاركة المتعلمين الـ 2 نعم أما في تضميم ملف شخصي للمتعلم فبتأكيد الـ LMS هي نعم أما الـ LCMS التي تركز على المحتوى لا نواصل في المغارنة في جدولة الأحداث التعليمية نجد الـ LMS نعم والـ LCMS لا أيضاً في تقديم خراية الكفاءة وتحليل الفارغ بين المهارة المطلوبة والمتحققة نجد الـ LMS نعم والـ LCMS لا وأيضاً نفس النتيجة في تضمين تسجيل ومتطلب سابق وحسف للعناصر التعليمية بنجد نعم لـ LMS ولا للـ LCMS والاثنين نعم نعم في إنشاء أسئلة وإدارة اختبارات أما الغلبة بتكون للـ LCMS نظام إدارة المحتوى التعليمي فهو بيكون نعم 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 في دعم إنشاء المحتوى وتنظيم إعادة استخدام المحتوى وتضمين أدوات لتتبع مراحل إنشاء المحتوى السلاسة أشياء هذه يذكر فيها كلمة المحتوى لذلك نعم لـ LCMS ولا لـ LMS F أيضا نظم إدارة التعلم الإلكتروني هنا ماخدين مثال زي الموديل أخذنا هذه المواضع من دكتور عبد الرحمن المترجم للإعادة المحتوى